مطالب أوكرانيا لا تنتهي والحلفاء دائماً يلبون كانت العواصم الغربية في غاية السخاء مع كياذ في مطالبها المادية والعسكرية فضلاً عما حظيت به من دعم غير مسبوق على المستويات كافة هذه المرة مطالب كياذ باتت محل تردد من حلفائها لخطورة ما تطلبه القيادة الأوكرانية المطلب الجديد تمثل في أن القيادة الأوكرانية تريد إذناً مفتوحاً بإطلاق قيادها في ضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبة قال إن الإذن الذي حصلت عليه بلاده من الولايات المتحدة بهذا الشأن محدود ومقيد وأن ما سمحت به واشنطن من استخدام أسلحة تصل إلى العمق الروسي ليس كافياً لتحقيق الانتصار المنشود وصد الهجمات على منطقة خاركييف الشرقية ويثير المطلب الأوكراني انقسامات داخل التحالف الغربي الداعم لأوكرانيا حيث يتخوف كثير من الدول من إثارة مزيد من النزاعات مع موسكو التي هددت بأنها سترد بقوة على تهديدات الحلفاء الذين لا يدركون خطورة ما قد ينتج عن مثل هذه المغامرة دوائر روسية عدة من الكريملين إلى الخارجية إلى الدفاع كررت التحذير ذاته لافتة إلى أن الغرب ومعه حلف شمال الأطلنطي النيتو يخاطرون بصراع عالمي أكبر وأوسع نطاقاً ما قد يؤدي إلى مزيد من التداعيات على العالم بأسره ترجمة نانسي قنقر